في أجواء إيمانية وروحية تم في كنيسة اللاتين بمدينة الحصن شمال المملكة منحوا رتبة الشدياق للقارئ طارق رزق الله وذلك ضمن قداس احتفالي حاشد ترأسه سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور الأب رامز دعيبس كاهن الرعية والأب عامر جبران والأب بسام الدير وجمع غفير من المؤمنين وذو الشدياق وبعد القداس تقدم المطران الشوملي بالتهنئة لأبناء الرعية والشدياق الجديد ولعائلته متمنيا له خدمة مباركة في رعيته وفي نهاية الاحتفال توجه الجميع إلى ساحة مزار العذراء لتقبل التهاني والتبركات والتقاط الصور التذكارية مع أبناء الرعية والكهنة